اهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من دورة تعليم برنامج فوتوشوب هذه المحاضرة من المحاضرات المهمة والغاية في الاهمية لكل مصمم يبتدأ في مجال التصميم على برنامج فوتوشوب في هذه المحاضرة ان شاء الله سنحاول عمل تصميم بسيط اولى التطبيقات العملية للادوات اللي استخدمناهن وشرحناهن في المحاضرات السابقة في المحاضرات السابقة شرحنا الادات rectangle والادات polygon tool وهذه الادوات خاصة بالتحديد اضافة الى شرحنا اداة brush وقلنا اداة تستخدم للتلوين وشرحنا اداة text اللي هي تستخدم لاضافة النصوص الكتابية ايضا شرحنا شلون من file new نضيف ملف جديد او انشاء ملف جديد من خلال تحديد العرض والارتفاع مع تحديد وحدة القياس بما يناسب نوع التصميم فاذا كان التصميم معروض نستخدم pixel واذا كان التصميم مطبوع نستخدم اما سنتيمتر او مليمتر مع الانتباه الى resolution اذا كان معروض تكون resolution 72 واذا كان مطبوع تكون 300 وايضا الcolor mode النظام اللوني اذا كان معروض رح يكون rgb واذا كان مطبوع رح يكون cmyk بداية رح رح نفتح مشروع جديد مثلا رح يكون الف pixel يعني معناتها التصميم معروض والارتفاع رح يكون مثلا 600 600 pixel ورح اختار اللون اللي هو الخلفية البيضة باستخدام الادات rectangle مثلا نقدر نحدد تحديد معين سواء كان مستطيل او مربعي وباستخدام الادات brush نقدر نضيف لون الى هذا التحديد يعني طبعا نقدر من الاسواتش هذي قائمة الاسواتش في حال انه مظاهر عدكم من وندو وننتبه الى اكو علامة صح امام الاسواتش او نقدر نختار الالوان من صندوق الفورغراوند مثلا انا رح اختار هذا اللون اللي هو اللون البني مثلا واحاول ارسم والون بهالمكان وحتى الغي التحديد هي اما من select deselect او control d ورح ارسم ايضا رسم اخر بهالمكان مثلا ورح اعطي لون اخر مثلا ممكن ان اختار هذا اللون اوكي وايضا من اداة البراش الون في هذا اللون وهي اما control d حتى الغي التحديد او من select deselect واقدر طبعا باستخدام اداة البراش وطبعا باستخدام اداة الكتابة اقدر اضيف كتابات نصوص معينة مثلا رح اكتب هنا معا ممكن معا نكون بلون ابيض وممكن حجم الخط مثل ما تعلمنا نكبر حجم الخط مثلا رح يكون 72 وطبعا هذا مربع الناس ممكن ان نتحكم به نصغر حجمه ممكن معا واضيف في هالمكان نتعلم طبعا اقدر من خلال اداة الموف احدد هذا النص واتحكم بمكانه وانتبه انه بادات الموف اكفت شي اسمه auto select افعل الauto select حتى يحدد لي بشكل automatic النصوص صار عندنا تصميم جميل وبسيط بمزيج من الادوات rectangle والادات brush والادات horizontal type اللي هي اداة النصوص طبعا بهذه الادوات الثلاثة نقدر نصنع بوسترات احترافية وان شاء الله في المحاضرات القادمة رح نتعلم شلون نسوي تطبيقات متميزة تلفت نظر من يشاهدها ناخذ مثال اخر مثلا وليكن الف بيكسل في سبعمائة بيكسل والخلفية wait بما انه بيكسل لازم يكون النظام اللوني rgb اوكي رح استخدم الادات rectangle tool في بداية الامر رح اعطي للصفحة لون معين وليكن هذا اللون طبعا باستخدام الادات brush ورح استخدم الادات polygon الادات polygon تستخدم لعمل التحديدات المضلعة فرح استخدم مثلا هذا التحديد ومثلا بيهالمكان بيهالمكان ارسم تحديد بيهالشكل ارسم تحديد بيهالشكل واستخدم لون ابيض مثلا وبالبراش ارسم بيهالمكان بعدها حتى الغي التحديد ctrl D او من select اختار D select الاحظ انه اصبح عندنا هالتصميم الجميل اقدر اضيف لكتابة معينة مثلا معا نتعلم طبعا الاحظ ان الكتابة مظاهرة السبب هو انه لون طبعا هذا اللون رح اختار بنفس لون الجزء الاسفل اوكي واقدر طبعا اكبر حجم الخط معا نتعلم ممكن انه بيهالمكان نضيف تنوين معا نتعلم طبعا باستخدام اداة الموف وطبعا لا ننسى ان نفعل auto select ونتحكم مثلا ممكن بمكان الناس خليه ممكن بهذا الجزء واصبح عندنا تصميم بسيط وجميل باستخدام ادوات التحديد مع ادوات التلوين مع اداة الكتابة طبعا هذه المحاضرة رغم انه بسيطة بس هي مهمة جدا وهي الاساس في عمل التصاميم الاحترافية ان شاء الله رح ناخذ مثال يعني متقدم اكثر شويه وهذا المثال رح يكون هو واجب هذه المحاضرة نفتح عمل جديد من file new ونختار مثلا قياس الف بيكسل في ارتفاع سبعمائة بيكسل اثنين وسبعين الدقة النظام اللوني اكيد لازم يكون ار جي بي لان بيكسل اللي عندنا يعني التصميم معروض والخلفية background رح يكون wait رح استخدم الاداة rectangle وارسم في هالجزء هالشكل وباداة البراش مثل ما تعلمنا نختار اللون مثلا رح اختار هذا اللون والون التصميم او الالون المربع ومن select دي سيلكت ومن اداة البوليغون رح اضيف حتى اكبر الصفحة alt والرولر اذا استخدم ماوس ياما control وعلامة الزايد من الكيبورد بهالمكان رح احاول ارسم سهم الى الاسفل سهم صغير مثلا بهالجزء طبعا هذي كلها امور بسيطة وبداية ان شاء الله بالمستقبل رح نستخدم الرولر وهذه الرولر رح تسهل علينا بالرسم المتوازي ولكن احنا من اريد نصعب عليكم المحاضرة هي تشفت شيء تقريبي بعد ما رسمنا هذا السهم باستخدام الادات بوليغون باستخدام الادات براش بنفس اللون بنفس اللون المستخدم بها الاعلى نلون الجزء الاسفل وحتى نلغى التحديد من select نختار دي سيلكت الخطوة التالية نرسم نفس هذا الشكل ولكن بلون اخر يعني مثلا رح اختار من هالمكان مثلا على التعين هي تشيك كمثال واختار لون اخر مثلا لون سمائي مثلا هذا اللون ومن اداة البراش ارسم بهالشكل بعدين كونترول دي ومن اداة البوليغون ارسم نفس السهم تقريبا يعني بشكل تقريبي يعني ما اريد فتش دقيقة هسا حاليا و ايضا بادات البراش بنفس اللون و نرسم نرسم و الخطوة التالية ايضا نرسم مستطيل اخر او سهم اخر في هالمكان مثلا و نختار مثلا لون وليكن هذا اللون و كونترول دي و كونترول دي بعدها بادات البوليغون بنفس الطريقة نرسم السهم الى الاسفل و بادات البراش مثل ما تعلمنا بنفس اللون نرسم او اللون بهالتحديد اصبح عندنا هالعمل نضيفت لمسة بسيطة بادات البوليغون مثلا سهم بهالمكان بهالجزء مثلا هذا السهم وهذا السهم يكون بنفس اللون الازرق طبعا بادات الايدروبر مثل ما تعلمنا نلتقط هذا اللون اصبح هذا اللون هو المفاعل بالفورغراون نرجع الى اداة البراش و نرسم كونترول دي بعدها نرسم سهم اخر بهالمكان بنفس الفكرة بنفس اللون هذا اللون اللي هو السمائي اللون اصبح عندنا هالتصميم اوي طبعا عندنا ثلاثة صور انا بامكانكم تخلوون اي صورة يعني اي ثلاثة صور تختاروهن انا لا على التعيين اختاريت هذه الثلاثة صور مذلا here الصور. طبعا هذه الصورة حتى أنقلها إلى التصميم حتى أنقل الصورة المفتوحة طبعا بعد ما فتحنا الصور من open ثلاثة حتى أنقل هاي الصورة إلى التصميم أحدد الصورة بشكل عامي أما من خلال select all أو control a أو أقدر من خلال الأداة rectangle وأحدد الشكل بعد ما حددت الصورة أروح على edit وأختار copy بعدين أروح على التصميم وأدت أختار paste أجدت الصورة بهالتصميم حتى أتحكم بحجمها أروح على أداة move وأصغر الصورة ولا ننسى أنه مع التصغير نضغط shift حتى الصورة تصغر بشكل متناسب ومثلا أخلي الصورة بهالمكان وأضيف بقية الصور مثلا هذه الصورة يأما من أداة التحديد يأما من select وall يأما control a بعدها edit copy بعدين أروح إلى التصميم وأدت paste وأيضا مثل ما تعلمنا من أداة الموف ويفضل أنه نضغط shift وهي التصغير حتى صورة تصغر بنسبة وتناسب بعدها نضيف الصورة الثالثة control a edit copy وأدت paste ومثل ما تعلمنا أداة الموف ونصغر حجم الصورة خليها بهالمكان مثلا طبعا أضغط على علامة الصح بعد التصغير بعدها أضيف كتابة معينة بأداة التكست رح أضيف بيها المكان بيها المكان مثلا أعبر على هذه الصورة بالأمل فأكتب مثلا أمل ألاحظ أنه الكتابة ما ظهرت السبب شنو؟ السبب أنه حجم النص كبير أكبر من مربع النص فأضغط control أي أحدد النص بشكل عام ومن الحجم أصغر الحجم مثلا 48 وأختار اللون أبيض بعدها علامة الصح طبعا اللي يعاني من الكتابة ممكن أني شاهد المحاضرة الخامسة أشارح بيها الكتابة بشكل مفصل أكثر بعدها أضيف نص آخر لهذه الصورة مثلا حياة هذه الصورة تعبر عن الحياة وهذه الصورة تعبر عن الحب ممكن أضيف نص بالأسفل لا يأس مع الحياة لا يأس مع الحياة ممكن أنه أصغر النص مثل ما تعلمنا ممكن أختار نص أكبر لا يأس مع الحياة وأضيف نص هنا لا حياته بدون أمل ممكن أنه أغير اللون إلى هذا اللون وفي هالمكان ممكن أكتب لا حياة بدون حب وممكن أنه أضيف اللون الأبيض أصبح عندنا هذا التصميم تصميم جميل تبقى فقرة واحدة بس إذا ألاحظ أنه هذا جزء اللي على اليمين لا يساوي جزء اللي على اليسار وجزء بالأعلى لا يساوي جزء بالأسفل ويفضل أن تكون الحواف متساوية طبعا مع هذه الحالة أحاول أنه أساوي الحواف من خلال أداة الكروب والتي تعلمناها بالمحاضرات السابقة أحاول أنه أساوي الحواف قدر الإمكان مثلا بهالشكل وبعدها علامة الصح ألاحظ أنه أصبح عندناها التصميم الجميل والبسيط وطبعا رح يكون هو واجب هذه المحاضرة الواجب الثالث تشتغلون هالتصميم يأما بها الألوان يأما بألوان أخرى بأضافة النصوص بالأعلى والأسفل مع أضافة الصور وبإمكانكم أن تختارون صور أخرى وكلمات أخرى وألوان أخرى ولكن بشكل عام يفضل أن يكون بنفس الدزاين يعني نفس المحور مع حرية تغيير الصور والألوان والنصوص نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تغيير الصور والألوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا